موسيقى أحبائي بيسوع المسيح بعد نشر هالمقلتين بأحد الصحف الأسترالية الأسبوع الماضي وأنا بحالة تفكير وصلت الكهني والرهبين والرهبات بكنيستنا المارونية مع كتار من المتطوعين يلي بيساعدون بيتميزوا بكونوا أشخاص ملتزمين جدا ومستعدين حتى يضحوا بذواتهم من أجل الرسالة وبدعمكم عم بيقوموا بكتير من أعمال الخير والرحمة لكل المحتاجين ومش بس للمبارنة أنا اليوم حزين وحزين كتير ومجروح لأنه هالمقلتين يلي ممكن تكونوا شفتوهم فيهون كتير من التجريح والظلم وتشويه السمع وهالشيه له تأثير سلبي على جاليتنا وإنجازاتنا وعلى عمل متطوعين بأبرشيتنا بس بحب أكد لكم أنه الأبرشية وأنا رح نتعامل مع المسألة بكتير كتير من الجدية ورح نحكي مع عدة مستشارين متخصصين تنتوصل إلى معرفة حقيقة هالأمور ومين هو وراها لأنه العدالة مطلوبة لترميم السمع يلي تشويت وبذات الوقت رح نأكد انفتاحنا على أي تغيير بيترافق مع التغيير الاجتماعي الحاصل بهدف استمرارية ونجاح رسالة كنيستنا ما أنه من السهل أيام بهالمسيرة بس واجب أنه نتذكر ونتذكر دايما أنه يسوع معنا وما بيترك قطيعه أبدا لوحده لا تخف أيها القطيع الصغير بيقول للرب أنا معكم دائما إلى منتهى الدهر وبهالشهر يلي منكرم فيه العدرة مريم سيدة الوردية المؤدسة بدعيكم جميعا أنه تشاركوني الصوم والصلاة يوم الجمعة الآدم 19 تشرين الأول على نية أنه تظهر الحقيقة بشكل كامل وعادل وغير مجتزق وأكيد رح تطلعوا على كل المستجدات بجردية صلاتي أنه تبقى جاليتنا المارونية متحدي وموحدة بمحبة الله الآب والإبن والروح القدس أمين